فيما يتعلق بقصة التصحر والدولة بتشتغل على هذا الملف الدولة خطط خطوات حقيقية فيما يتعلق بزادة المساحات المنزرعة ولكن الوقت نفسه تغير يا دكتور يعني الصيف ما بقاش صيف والشتاء ما بقاش شتاء وإحنا النهاردة مثلا في فاسطة الربيع ولكن درجات الحرارة في أعلى معدلتها فده بالتالي بيؤثر على مش الانتاجية بيؤثر على الانتاجية وعلى المحصول وعلى سلوك التربة سلوك النبات نفس صحيح صحيح طيب ده نوع من أنواع التصحر هل يمكن أن احنا نواجه ده أو فيه برامج تواجه ده أو فيه حلول ده آه الحقيقة احنا فصل الصيف بقى عندنا طويل جدا فصل الشتاء بقى قليل احنا النهاردة درجة الحرارة 41 يعني في القاهرة وحنا في الربيع يعني حاجة صعبة جدا يعني ما كانش ده بيبقى في شهر مايو يعني ده بيبقى في سبعة وفي سبعة شهر ثمانية حيث الحرارة الطبيعية بتاعتها بتبقى هذا الموضوع عشان كده هناك تفكير من الدولة ومن وزارة الزراعة إن هي تحاول تعدل الدورة الزراعية يعني مثلا أنا بزرع امتى وبطلع الانتاج امتى في الدورة الطبيعية اللي هي بقى ايه اللي هي الشهور الإبطائية اللي حاك عارفها باشانسو كياكو الفلاح عارفها لا احنا هيحاول يعمل شفت بحسبة أننا بدل ما يعني أحصل على المحصول بتاعي في فترة معينة أحصله قبل كده يعني بدل ما أجمعه في شهر خمسة أو ستة يعني أعمله في شهر أربعة علشان يعني وأشفت شوية يعني دي أحد الحلول المطروحة إن احنا تعديل الدورة الزراعية علشان نقدر إن احنا نقلل من تدعيات المناخ والحرارة الشديدة على المحصول حركة طبعا أي محصول بيتأثر كل المحصيل تتأثر بالحرارة فيما عادة محصول القطن هو اللي يزيد بس إنما كل المحصيل الأرز الزرا الطماطم كل المحصيل تتأثر بالإنتاجية الأقل في زيادة درجات الحرارة ممكن يفنوا باستنباط أنواع حديثة تتحمل الحرارة لأن فكرة حتى تغيير الموعد برضو هتبقى صعبة ما هي دي بقى استنباط أنواع جديدة تقدر تتحمل الحرارة تقدر تتحمل العطش ده حلش ذاكي جدا بالضبط تتحمل أشياء كتيرة فطبعا ده بياخد وقت عالمة يبتدي إيه يعني يبقى بروف ده يعني يتوفق عليه وبتدي ينزل ويبقى يعني حقيقة ووقاعيا لكن ده كل ده كل الملف ده يعني شغال بشكل كويس جدا طب فيه مبادرة حقيقة هي من أهم المبادرات وهي مبادرة 100 مليون شجرة مبادرة مهمة جدا مبادرة رئاسية طبعا الحقيقة ولما سمعنا على الرقم في البداية تخضينا إن رقم كبير جدا وبيتطلب مجهود كبير جدا لكن الهدف اللي وراه كمان هدف نبيل وهدف مهم جدا الحقيقة 100 مجين شجرة يعني يمكن في خمط الرئيس طرح عدة مبادرات في مجال البيئة تحضر للأخضر يعني حاجات كتيرة جدا يمكن يعني تعتبر 100 مليون شجرة دي بالفعل هي الرئة الأساسية اللي إحنا بنيش عليها كمصريين ويمكن من دلالة الرقم بيقول لنا 100 مليون إحنا 100 مليون بكأننا بيقول لنا أنت كل واحد مواطن شجرة ياريت يحافظ عليها إحنا نزرعها وإنتوا حافظوا عليها المرحلة الأولى في سبع محافظات انتهت وبدأنا في المرحلة التانية وبالفعل أنا شفت هذا الموضوع بنفسي كنت بشارك فيه في بعض المناطق بالفعل تسلمت هذه الأشجار للناس واتعملت مش بطريقة بقى اتعمت بطريقة صحيحة بحيث أن يبقى مثلا في المدارس والجامعات تبقى أشجار مسمرة يعني برطقان جوافة رمان زتون في الطرق أشجار أخرى في المباني الجديدة والمدن الجديدة أشجار يعني اتعاملت بقى بالنظام بحيث يتلقم مع ظروف الجو وفي نفس الوقت يعالج مشاكل كتير جدا يدينا سماره بالتالي مبادرة 100 مليون شجر الحقيقة يعني زودت كمان أو هتزود احنا نصبنا في الأرض الخضرة متر واثنين من عشر كل فرد هتضاعف هذه النسبة إلى اتنين ونص وده طبعا بيخلينا على بداية العالم اللي هو بيتمتع بخضرة أكبر